عندما يكون مخرج المسرحية ومؤلفها هو ذاته الممثل البطل فيها فلا يحلم أصحاب الأدوار الثانوية أن يكونوا أبطالا هذه قاعدة يعيها كل من يريد أن يقف على مسرح العملية السياسية في الحراق إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكاهن الحلبوسي محمد الحلبوسي خارج المسرح بعد إقالة شابها كثير من الغموض حول أسبابها وفتحت باب التساؤلات عن ظروفها ودوافئها وتداعياتها على سوق المساومات السياسية فمن قائل إن الحلبوسي كان ضحية طموحه الشخصي الذي تجاوز الحد المتاح للمسؤولين من الأحزاب الهامشية في المشهد السياسي إلى قائل إن الإطار التنسيقي لم ينس علاقة الحلبوسي القديمة مع التيار الصدري بعد نتائج الانتخابات البرلمانية فاستدرجه إلى فخ فضائح الفساد تعددت أسباب الإقالة والنتيجة واحدة أما بالنسبة للمعلن حول حيثيات هذه الإقالة فقد ذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن المحكمة الاتحادية أنهت عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية دعوة قضائية كان قد رفعها النائب ليث الدليمي المطرود أيضاً بقرار المحكمة واتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان سرعة القضاء في إصدار الأحكام وهو المعروف بخضوعه لسلطة الأحزاب النافذة أثارت الحديث مجدداً عن ازدواجية هذا القضاء وكيف أنه يتجاهل قضايا فساد كبيرة حينما يتعلق الأمر بمسؤول محسوب على الأحزاب النافذة بينما يسارع في إصدار الأحكام تبعاً لمواقف وأهداف سياسية وهذا ما جعل المراقبون يقرؤون في إقالة الحلبوسي عنواناً لتعقد في المشهد السياسي قبيل انتخابات مجالس المحافظات وأن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تصفية حسابات سياسية وبناء تحالفات جديدة يكون للإطار التنسيقي فيها الكلمة الفصل والقوة الضاربة